السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري البنات لبس عليكم كوشي امزيان باخير الحمد لله اليوم ان شاء الله دا نتخاسم معكم واحد واحد الكيك اللي كي يجي زوين هكا بالكريماء رائع المداق دياله وحتف شكل دياله اكيد غد يعجبوه لداتكم وبطريقة اللي بسيطة جدا ورائعة فشكل وفي المداق ديالها واحتى هكا للضيوف كي يجيزوين كالتحلية وغعدا دوزو دابا باش نشوفو المقاعدة عندي تلتمية وخمسين جرام ديال الدقيق الابيض عندي مية وعشرة جرام ديال السكر كيبقى السكر اختياري لحسب الضوء عندي سباة ديال البيضات وعندي مية وعشرة ميلي لتر ديال الزيت وعشرة عشرة ميلي لتر ديال الحليب تسد المعالق ديال الكاكاو والقليل من الملح وساشي ديال ديال الفاني وآ كيس ديال الخميرة ديال خاص بالحلويات آآ ستاشر جرام وضعت البيض والسكر في ايناء كي ما لاحتو وغادا نزيد اليوم آآ شوية ديال الملحة يعني غرق بيسا عكا صغير عد الملحة وغادا نضيف آآ الفاني سكر الفاني وغادا نطرب هاد خاليط هادا مزيان والبنات بغادا نقول لكم واحد الحاجة ان واحد صديقة ديالي كانت قطعت هكا المغريب هي وثلاثة ديالوليداتها وقطعت يعني المراكش يعني نهار عشرة شهر السبه ها حتى الستاش في الشهر الثمانية يعني كانت معاولة انها بدوز عيد تما ولكن مكتبش ان الخدمة ما ما وغوش يعطيوها هكا الكونجي في ذاك الوقت هاداك قالوا غمشالها لبيي ولكن يعني باقي عندها ولكن مشات اللاجونس عاودات لهم ذاك شي قالوا لها يعني مكنلي كتبعي لشي حد آخر ودبا هي بغادت يعني يعني مكلموا ما يغيروا الاسماء ذاك شي هي بغادت بيعو يعني بتمن اللي مشير يعني تمن زويين ومعقول يعني إلا كانت شي وحدة هكا يعني انتريس هكا بغادت مشي ان المغريب او اللا يعني فجأة هكا بغادت مشي بولي ذاتها بتواصل معايا اكيد وغادا نعطيك النميرو ديال هاد الاختها دي اللي اهي اللي هي صديقة ديالي اكيد غدا يكون تمن مناسب جدا من احسن باش ما يضيعوش ليها حتي في جميع الحالات غا يضيع الى ما باعتوش وهنا كما رحتو ضعت الزيت والحليب مع الضاقيق نرجع للكيك وازلت علي مصاشي ديال الخميرة وغادا نخلط هاد المكونات كاملة بالضرب مهم هدا غير اه اه انا قلت هالهك تلا يعني ركنين معي البنات بزا احنا كيسكنوا في بلجيكا اكيد الى كانت شوحدة بغا تمشي ولا شي حاجة ولا كان جاهل بيه غالي بالاحسن ما يضيعش وانها تساعد من هاد الاخت هادي ربما لك انت ماشي المغريب يعني هادي فرصة اه يعني لا تعوض بالنسبة للبنات اللي هاكا غا تيجي ملبيه غالي واخديت هاكا سباتيول هاكا باش نجبت بها الدقيق اللي كين في الاسفل ديال في القاعد ديال ديال الاناء باش ما يبقاش ليه الطحين لاحضوا معي القوام ديال الكيك خاصوا يكون بهات شكل هادا يعني هادا را ماشي الجنواز هادا غير كيك ولكن كيجي بحشكل الجنواز غدا نقسم الخالط القسمين يعني النص غدا نخليها كاكا في اللون دياله الطبيعي والنص في الاخر غدا نزيد عليه الكاكاو ثلاثة دلو مع الكبارين ديال الكاكاو الكاكاو اللي خاص بالحلويات وغدا نبزج الكاكاو مع الخالط كما لاحظوا هالكيك هادا كيجي زوين وخفيف حشكل كيجي بخفيف حل بحل جنواز يعني ماشي ماشي كيجي تقيل او لا يعني كيجي زوين هاكا عمل السيدة مني تكون هاكا في الويكاند ومعها وليداتها تنو تضي لغير في حال هاد الكيك وتزوقوا اللي داتها في ذاك الكريمة من في الوزد ديالها وتعطي لوليداتها اكيد غادي يعجبهم وغادي وغادي نيحماقوا علي لان هما يكيعجبهم اكتر الكريمة اللي كتكون مع الكيك هي اللي كتعجبهم. لاحظوا معايا ان قسمت الخليط القسمين كل واحد درته هكا في جيب حلواني. وبديت كندير من بعد ما اخذت اللاطة وفرجت لها ورق الزبدة. وبديت كندير هكا شرائط. يعني بهاد الشكل. يعني ما تسولوش على انا يعني هكاك طراسة ولذيك شي كل شي غادي تقاد وفي الاخر غادي نفيني. يعني حتى حاجة ما عادت لان الخليط مدرتوش انا خاتر. يعني كان جاري هكاك الاحسن ما يكونش تقيل. يكون الكيك خفيف ما يكونش إلا كان تقيل بزاف كتجي معجنة يعني كتجي غليضة. هكا كلا يعني كتكون خفيفة كي يجي الكيك خفيف. يجي تقق بزاف. واخديت يعني عود هكا كتديل يعني قضيب هكا كتديل شوى. ولا يعني غير ذك كي ياخدون هادك العودة الاسنان حتى هو ولا اي مهم اي عودة عندكم في الدار. غادي نتاخدوه وغادي نديروه في هاتش شكل هادا. حلا بغي نديروه ميل فيه. يعني غير هكا. كان نشيو وكان نرجعو من نفس الطريقة. طريقة سهلة يعني ما كينش اسهل من هاد هاد طريقة هادي اللي كليكم. هادي غير لي حساب المنظر. واكيد إلا كنتو ما فيكم ما يقسم الخليط هاكا ولا هادشي. امكانكم انكم تديرو هاكا لون واحد حتى هو وراك يجي. ودخلت الفرج الخليط على درجة حرارة مية وثمانين. انا كنتو نديرو الفرفارة. وها هي الكيك ديالي وجدات او الجينواز كجي سوينا. لاحظوا معي كيف جات. هادا نقطعها ونحيد لها اه الجوانب. يعني نقعدها من بعد. من بعد ما نقطعها يعني تكون اه جوج ديال القيطة يكون نفس الحجم. يعني هادي ما كتحتاج لها مول لاحتى شي حاجة. يعني غير بالله ديال الفرن. وكل شي كيدو زوين. يعني خصوصا انك ينبزر ديال السيدات كيبقا يسولو هاد المول من ينختيتي هاد هادا. يعني هادي راه طريقة سهلة الى عندك اه لعطة هاكا مستطيلة. مو ديوجدي هاد الكيك هادا الوليدات كوفرحيهم. واختيت اينا اخر غدا نوضع فيه الكريمة ديال الخفق. ولمسكاربون باش يعطيني دك اه القوام هاكا كيبقا اعتقيل. يمكن لكم تديروا غير الكريمة بوحدها. حتى هي كجيل ديضة. او لا تديروا معها اه يعني في لعدالفيا او اي فرماج عندكم. الى ما بغيتوش تستعملوا ماسكاربون او لا ما متوفرش عندكم. يمكن لكم تكتافوا غير بالكريمة. هنا درت اه يعني غير قرعاء ونص يعني درت اه تقريبا تلتميات ميليليتر ديال ديال الكريمة. وضفت الماسكاربون. هو اللي كيعطينا داك القوام ديال الكريمة اللي كيكون تقيل. وما كتدوب ما كت يعني خصوصا الحرارة دابا. هو كيتبت الكريمة وكتبقى واقفة. كما قلت لكم يبقى لكم تعوضوه باي فرماج عندكم. وهد الجنواز انا ما غنسقيها موالو. يعني باش نسهلوا الامور. كان ناخدو غير الكريمة. وكان ندهنوها هكا في فق السطح ديال ديال الكيك. غدا نقعد هاي يعني نوزع الكريمة هكا في الجناب وفي الواسط. وما نخلي حتى شي بلاسة. والجواني براني غدا نقطعهم من بعد. مني غدا نبغي هكا ندير. يعني الفينيسيو ما كينشي فينيسيو يعني ديال بحشك لقاطل يعني ديال كبيرة هكا ديال قاطل بالصح. فانما ساهلها هادي بزا دافقاء. يعني اللي عندك شي بنت هكا عند عشر سنين غتعطيها هاد هاد الوصفة اكيد غدا توجدها. في وقت اللي اللي هو يعني بسيط. واحنا دائما الوليداتنا كيبقوا يسولوا وما ما امتا غدل لنا قاطو امتا هادي. ولو كنعرف الوليدات باللي كي يعجبوهم بحال هاد بحال هاد الاشياء او هاد الحلويات. وغدا نتبت الكيك. بعد ما طرصيتو. وغدا ننقادل هال جناب ديولة دا بغدا جناب ديولة كيما لاحظتو كنحييضهم بسيكين. هاد اللي كيكون عندو هاد السنينات هاد المنشار هايضا. هو اللي كيخلي الجنواز كتبقى دايرة. لاحظوا معي كيفاش كي يجيش كل المنيدر ديها لام بعد ما قاعد ديج جناب ديال ديال الشارط الليول. كان قطع وكان فيني الى بنت ليشي حاجة ماشي هي هادك. كما قلت لكم راح كتجي احتل الضيوف او المناسبات او الحفلات او الاعياد بحال هادو راح زوينين واقتصاديين و تبارك الله راح كتجي كمية اللي وفيرة. احتلوا من ايضر ديال هلا راح تورا كيكون راقي. فاني ماشي ماشي مع قضا. كانتمنى ان هاد هاد الكيك او هاد القاتو هادا يعجبكم. وتجربوه. والوصفات اللي كانت قاسم معاكم راح دائما كتكون مجربة واكيد ناجحة. الى ما كانش ناجحة مستحين بارتاجيها معكم في القناة ونخسر صديقات هاكا اللي دائما كيتابعوني وكي كيكتبوا لي هاكا اه كومان ضيغة وكنتمنى الفيديو يعجبكم. وإلى عجبكم البنات ما تبخلوش اللي يابلي لايك وبغطاج مع الاصدقاء ديالكم والاحباب. ورسلوها لقال اصدقاء ديالكم اللي كيكزوا انهم يحضروا القاتو. وهذه راح سهلة وصفة سهلة بزاف. كنتمنى تعجبكم. تلقوا ان شاء الله فيديو آخر. واسلام عليكم.